يستمتع الكثير من الناس بزيارة الحمام بانتظام للاسترخاء والتواصل الاجتماعي لكن قلة قليلة منهم يزورون منطقة الفرنطش حيث يتم تسخين المياه وإنتاج البخار الذي يجعل جلودنا نعيمة للغاية ينتج فرنطش الحمام التقليدي دخان من حرق الأخشاب ويحتاج الفرن إلى الكثير من الخشبي للمساعدة في الحفاظ على مياه الحمام هادئة دفئة ومريحة يذكرنا إيكو أن الخشب غالبا ما يكون أكثر فائدة مثل الشجرة التي جاء منها مما يوفر الهواء النقي للجميع هذا يجعل الفرن يرغب في التحسن والتغيير كما أن صاحبه يريد مساعدته ليصبح فرنا أفضلا يأكل فقط معاصر الأرغاني والزيتون الفرن يشعر بالفعل بحال أفضل بكثير وربما في يوم من الأيام لما لا سيجرب الطاقة الشمسية أيضا ترجمة نانسي قنقر